اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ما بيطلع حسن زيت واحدة من الأسباب لما بيطلع هي زراعة بطريقة خاطئة شو يعني زراعة خاطئة؟ يعني أوقات منقطف غلط منضرب الزيتونات أوقات ما رح نحكي اليوم عنهم بس بديك توقف الزيتونات بطريقة مهمة بديك تعنيونهم بطريقة مهمة تأسره وبعدين يعني كل هول بدي تكون ليطلع فأنا بدي بلش هلأ أول شي اليوم الحلقة عن شجرة الزيتون وأول مشكل كبير عنا عادة بالزيتون هو نحن نسميها فترة المعاومة أو Alternate Bearing Periods اللي هي شجرة الزيتون تسمع العالم بتقولك هالسنة ما في موسمة دايما بقولوا سنة منيحة سنة لا أوقات سنتين هيدا الشي مظبوط جنتيكلي موجودة بالزيتون يعني صح أوقات عنا سنة عطلة مية بالمية بس نحن فينا نعمل كتير إشياء بس إذا عنا نحن كتير أشجار يعني كل الأشجار ما بيعتوا فيهم ولا وحدة إيه وحدة لا يعني تعطيكي مثلا رح تنصدمي بالأرقام أوقات بكون حدا عنده 800 شجرة زيتون أوك مية في سنة ما بيعتوا أربعة تنكات فهيدا كتير بتصير بالزيتون ليه بتصير ليه لأنه في عامل جنتيك بقلب الزيتون هيك يعني هن عندهم هيدا الشي بس نحن اليوم بنا نعطي شو هن الأشياء اللي فينا نشتغل أول سبب كيف ما نزبط هالموضوع هو الصنف يعني إذا نحن اشترينا أنواع زيتون جديدة منيحة أكتر للأرض للتربة عملنا هيدا دراسة بساعد كتير الشغلة الثانية اللي عنا إيها عمر الشجرة حسب الزيتونة من حد التربة حسب نوعه لا حسب التربة بتزرع الزيتونة يعني أنت دايما بتروحي مع مهند الزراعة بتكشفه بتشوفه الأرض كيف بتفهمي الانفايرمنتال كوندشن يعني سقعة مش سقعة هيدا كله بتنقص عطل من سمير وتستوك هو مناسب لهيدا المطرح وهيدا شغلة كتير مهمة نزرع لأن احنا باللبنان نزرع ومن الساحل للجبل وين مكان نوع واحد اللي هو منيح نزرعه وصير له كتير زمان بس ما نطلع منه لأكيد عمر الشجرة كتير بأسر بس كمان بعد شوار احنا بقى نشوف الشوار بالصور صوري أحلى شجرة أو التقليم أو التشحيل هيدا كتير مهمة كمان نحنا وعم نعمل أكيد هلأ في مكانات خصوصية صح؟ في مكانات خصوصية للزيتون صح هلأ مثلا اللي بيخبط زيتوناته كيف مكان من دون ما يجيب الهزاز المعروفة طيب هره طيب صح فايدا كله بأسر بعدين عنا كمان شغلة كتير مهمة هي نحافظ على التربن نحن نحكي عنه بعد شوي نحافظ على التربن خليها عايشة لأنه الفلاحة الخاطئة وهيدا كتير غلط يعني في كتير عالم عندهم هالزيتونات جدودنا السافة إذا بشوفها وقت الصورة هون قدامنا كانوا يبعدوا كتير الزيتون من الزيتون لأنه كانوا بدون يزرعوا بيناتهم أمح وكانت غير تفكير هيدا شيء منيح؟ هلأ منيح كيف كان نفكر قبل لأنه إحنا بدنا نطلع أكتر من إنتاج بدنا الخبز والزيت وكانت قيمات صعبة بس إذا أنا بدي أفلح أرضي كل سنة أنا بالنسبة إلي يعني في ناس ما بوافقوا أنا عم بيقولوا بس أنا من نهاية المدرسة اللي بتحس أنه الفلاحة الغميئة ودايما كتير بدر الأرض إذا بدنا نهيينها أنا بشبهها كتير اللي بياخدوا كتير عن تيبيوتيك وبيقتلوا الفلور ميكروبيان طبعا زيت الفكرة الفلاحة بتطلع الجود باكتيري على فوق والجود باكتيري على الشمس بيقدروا يموتوا من غير كل الموضوع فنحنا هون بدنا ننتبه كتير أنا مع التجريح مع تنظيف الأرض بس مش مع الفلاحة الكتير غميئة بس هدا بده طبك يعني بيكمله قبل كمان كانوا يعملوا هيدا الشيء لأنه كان بده لما تشتى الأرض كتير تعبى مي لأنه ما كان فيها نصق سو مشان هيك بدنا نفهم هول إشياء كلها كيف كانت وهيك أكيد بدنا ننتبه على التعشيب بدنا ننتبه على التسميد بدنا ننتبه على الري إذا كل هول أنا فكرت فيه وعملت بلوغرام مزوط بقدر أوصل إذا بدك لزيتولة نتيجة أحسن عم نحكي بعد ما وصلنا للذات خلينا نشوف صورة تانية كمان ونفرجي كلمة جديدة اسمها الزراعة الحافظة أو هونيك أمسيفيشن أغريكولشور يلي هي إذا تشوفي هيدا البستان هوني منا نحنا في الحين ولا شالين العشب ولا منطفينه منتبه كيف العشب يحوى تحت مبين بيقطعوا بحشاشة بس في مسافة ومسافة بسحل المسافة مجبورين لأنه بدنا الشمس تقطع بدنا الهوى يقطع هيدا دفرنت بس هل نفرجي كيف هو الكبار يعني صارو حتى بس نبليش نزرع لازم نعرف أدي نحط مسافة بين شجرون وهيدا حظة بالصنف يعني المزان عم تقليلي هيدا الشي في أشجار زيتون من بعضهم كنا ستة متار وسبعة متارات أو أقات أكتر حاليا بلبنان عم ينزرع زيتون اسمه أربكوينة بيزرعوه على المتر وخمسة وعشرين واحدة عن التاني وعلى سيستام راي بشناك عنا قلت بالأول بدنا نشوفها على صناف مية بمية هنه هي سيتونة اسبانية ما بتكبر كتير معمولة لهيدا النوع من الزراع يعني فيها تكبر بس أنه هنه كيف بيعملوها والتقليم طبعا بيخليها هيك فهيدا دفران زراعه كمان في عنا دائما بدنا ندرس كتير التسميدي يعني أنا في كتير عنا بيقولولي طب أنا يعني أوكي هذيك السنة كانت عاطلة بس كمان السن البعضة والسن البعضة فهون أنا بقول لازم ندرس التربة هي مشكلة صح منبلش بدارس التربة إذا أنت عملت لزيتونتك فحص تربة بتفهم كتير إشياء أول شغل رح تفهمه شو المعادن مش موجودة الثاني شغل رح تفهمه إذا أصلا أرضك تتخلى برياحة عن الأسميدي ساعتها رح تروحي عن نوع تسميدي تاني ورائه وهيدا نحنا علاجنا فيها أكتر من مطرح بيكون مثلا في كتير كالس بالأرض أو في ساعة أو في عدة أسباب وهذه الزيتونة ما نفيد تاخد أسميدي وبيقلك أنه مثلا أنا حطيت زبل وعم حط زبل وعم حطيك فإذا كله بنا ننتبه له أنا مثلا لمني مع الزبل هيك كيف ما كان فضل أكيد الأسميدي العدوية المعقمة على الزبل ودايما بدأ نعمل تسميدي على حد تسميدي صح بس نعرف شو ما نحط تاني أخذ الريزولت مية بالني قبل كنتم تحكوا بالفكر القبل عن الدوز وهذه الأشياء كلها إذا أنت سمتك كيف ما كان بس ما بتعرفي شو نقصك أم تعملي غلط فأنا بقول كل سنتين ثلاثة يجب أن نفحص تربة نشوف شو هي الأسميدي نحنا عايزينها لنقدر نكمل أكيد فيها هلأ خلينا نروح على صورتين ونشوف شو هنه شو يعني الزراعة الحافظة وكيف نقدر نعملها يعني هي مش نحن أريهم كلهم بس الفكرة أنه أنا كون عندي أرد اشتغل على حسن هالتربة حسن كيف الماء انتبه مثل ما قبل تقبل أنه ما هدا بعشب كيف ما كان بخفف من مثلا وقات شوية من كمية الحجار بقلبها بذبت الإشار البيولوجية فهي دي كلها الإشار إذا أنا فكرت أعملها وخلي مثلا إذا انتبهت بالصورة القبلة وقاتها خلينا العشب بالأرض العشب بالأرض هي النقطة التانية بتخلي رتوبة أكتر بخلال الصيف وهي دي غلطة كتير نحن منعملها مش منيح لا منيح كتير الغلطة اللي منعملها هو منفكر أنه زيتون ما لازم ينسأه وهو بالعكس جدودنا بقلولك صح كانوا يزرعوا زيتون بمناطق بعالية ما كانوا يقدروا يوصلوا الماء وينما كان سو كانوا يروحوا على أشجار بتتحمل قلة الماء مثل الزيتونة والتينة واللوز بس مش يعني لو كانوا يقدروا ياخدوا الماء ما كانوا يسقوا هلأ أكيد مش سقاية كيفما كان بس بالآخر الزيتونة هي بدأت تعطي الزيت والزيت هو ماء فإذا هالنبتة ما حصلت على ماء خاصة بفترة العم تكبر ما رح تعطي الزيت كتير سو هون بدنا نحكي فيهم بعدين قطف الزيتونة أيمتها يعني بس تقولها على السريع أنه عادة في ناس ما بتعرف أنه الزيتونة بتكون خضرة بتصير سعودة بفكروا هي دفرن شجرة هي زيتة بتصير هيك هلا إذا أطف إذا لازم نقطف الزيتونة أحسن وقت قيمت هيدا الوان وينليون دولار كوستشن ليش لأنه إذا أنت بده يكون عنده خبرة هو عم يعمل لأنه إذا أطف إذا أطف الزيتونة هي وخضرة بيطلع له أحسن نوعية زيت بس يلد كتير قليل يعني ما بتعطي كتير إذا أطفها هي وصودة بيطلع له كتير زيت بس نوعية مش منيحها ما بينها بين هلا بدنا نشوف يعني هو هون المزارع كيف ينتبه في كتير تيوريات إذا أول ما يصيروا نصهم سود نصهم بعضهم أخضر أو قبل في كتير إشياء على هذا الموضوع وحسب الإكسبرينيونس واحد يتعود مئة بمئة بس في شجرة معينة بتعطي زيت أحسن من شجرة تانية يعني مثلا نحن بلبنان نزرع كتير الزيتون السوري بالصاد أول والصوراني يلي هو نحن معاودين عليه هيدا نحن الطعام اللي بنعرفه بس في ناس بلبنان عندهم بفات بستين أكتر من عشرين نوع جايبينهم من إيطاليا من أبروس من إسبانيا وليتلك من شوي الأربيكوين اللي عبرش كير ينزرع باللبنان يلي ما دروا يكون أحسن أولا دفرنت يعني نحن بلك مش معاودين كتير على الطعام بس أروماتيك غير مغيرة هلأ أكيد في أحسن لشوك كمان يعني إذا أنت شو بدك تعمل وفي جريدز يعني عندك الأكسرا فرجن أوليف أويل في ناس بيحبوا كمان يأكلوا الزيتون يكونوا مرة في ناس ما بيحبوا هالطعم صورنا مرة بالمشوار صورنا مطرح في أكتر من عشرين نوع زيتون بفرد مطرح وهي دي بالتعرف هي دي كمان ما نجاوب علي على هالأشياء كلا خلينا نشوف صورة هلأ كمان بعد عن التشحيل يلي هي واحدة من المشاكل الكتير كبيرة لما يكون عندنا هارفست مزبوط أنت لما تعاربش بهالتالي أو تقصي زيتونتك وتخبطي قبل وتكبه هالورق كلها برات أردك لأنه أنت شحلت تشحيل الميح هدفه يفوت الهواء هدفه يفوت الشمس هدفه يحضر للسنجة بس لما تكبه هالورق برات أردك عم تفقرية لأنه بالآخر الورق والتيج هن كانوا أسميدة بالتربة كانوا معادن فأنت عم تكبهيهم بره شو يجب نعمل واحد نفكر إذا فينا نعمل كومبوست اثنين أنا شلتهم كبيتهم أطفت يعني فقرت أرده بدي أرجع أعطيها معادن وبروغرام تسميد هو يلي بجنبنا هذا الموضوع بروغرام تسميد يعني أنا بدي أعرف أي مطا أعطيها اللي عايزته اللي هو الأزوت لتكبر ورقاتها أي مطا أعطيها اللي هي عايزته مثل فوسفور وبوتاسيوم لتكبر الفويكة وتعطي الزيت بعدين فإذا كمان أبي نعمل البروغرام كله متكامل هول كلهم بعض الأيدياز اللي نعملهم نعمل البروغرام لنتجنب الأمراض يلي أنا أعطيها بالمرة التالي ما بعرف أي مطا نكون سوا ما نكمل شهن أمراض الزيتون نكستويك نكستويك يلا في كتير حكة بعد عن زيتون ساف بس أنه بنا نحكي كمان عن أنواع الزيتون وبنا نعمل حلقة كمان عن زيت الزيتون لأنه طيب وغير شكل نحن عنا بلبنان زيت زيتون غير شكل أكيد هوا بيوتفول ويكند مارك بشوفك أسبوع الجين ألراد مشاهدين أنا كمان برجع بشوفكم التانين ألراد ما تنسوا البسمة ببعي